اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدنا محمد وعلى أجل الأطرار وصحب الأبرار جعلنا الله من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فمن الحوارات التي سجلها القرآن الكريم حكاية عما سيحدث سيوم القيامة بين أهل الجنة بين أهل النار بين أهل الأعراف نص زبانية جهنم فجار مقاض منها يسألون أهل النار ما سلككم في الصحر إلا وصلكم لدخول جهنم فيجيبون يبينون الأسراب إلى أوصلتهم أول جواب قالوا لم نكن من المصليين وما قيل التهم لكن التهم الأولى التي تصر عقوبتها ولا يجب الله الذي يقترفها ولا يتوب منها قالوا لم نكن من المصليين after praising الله وصحمة و تحل and sending peace and blessings upon Bjorn Muhammad صلى الله عليه وسلم our discussion continues and when we look at the Quran and the conversations that Allah has revealed to us one of these conversations is a conversation between the angels that guard the hellfire the gatekeepers of hellfire and the people who are in hellfire and when the conversation is happening المترجم للقناة وقلنا في لقائنا الماضي أن هذا المحمول التليفون لا قيمة له إلا بشروط الثلاثة أن يكون فيه سيم كار وبعدين شارجة يتشحن ويكون أهم حاجة في التريدين عشان يكون تستطيع الاتصال من خلق المترجم للقناة 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 تقوم بتبليغه حتى توجد أمان الله عند الله حتى تقرقه لماذا أنا الصلاة؟ So why is it that we pray? And what is the importance and the value of prayer's salat in Islam? And what is the applicable punishment for the person who leaves the salat on the Day of Judgment in front of Allah SWT? And how do I advise a person who has left the salat in order for them to start or to continue the salat again? With these very important questions, tonight we will start answering these and as the listeners continue, or we shall continue to address these because they are the most important matters. حَنُمَّ بِنَا نَسْتَرْشِدْ وَنَسْتَهْدِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ 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 عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ 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 ع تشبه الصلاة صلى الله عليه وسلم بالعموت فطلق الصلاة عمال الدين وفي عموت أو عمات So the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in one tradition that the solat is the main pillar or the holding pillar of the deen